أربع منج أكثر من خمسة آلاف طالب في مختلف التخصصات الجامعية ليتجاوز بذلك مجموعة خرجية الجامعة 66 ألف طالبا منذ تأسيسها أعلنت ألمانيا بأنها ستقدم دعما بمبلغ 116 مليون دولار أمريكي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في 11 دولة إفريقية من ضمنها إثيوفيا من خلال بنك التنمية الإفريقي وقال دانيال سيكروت القائم بأعمال مدير شؤون الطاقة في بنك التنمية الإفريقي إن دعم ألمانيا سيزيد ميزانية البنك المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 500 مليون دولار وقال إن دعم ألمانيا سيزيد استثمارات الصندوق إلى 500 مليون دولار مما سيسهل الوصول إلى الطاقة النذيفة في إفريقيا وإثيوفيا هي من الدول المستهدفة بهذا المشروع إضافة إلى بنين وبريكنافاسو وساهل العاج ومصر وغانا وغينيا والمغرب وارواندا والسينغال وتوغو وتونس تبرع موذف وكالة الأدوية الإتيوبية والمؤسسات الفرعية التابعة لها بمبلغ عشرة ملايين بر لدعم قوات الدفاع الوطني وسلم التبرعات كل من وزارة الدولة للصحة السيداء ألمس أهاي باولوس والمدير العام للوكالة الدكتور عبدالقادر جلالكو وأكد الدكتور عبدالقادر بأن الوكالة توفر الأدوية والمستزمات الطبية لقوات الدفاع الوطني في كل الجبهة وقال العميد أسرس أيالي ورئيس لجنة تنسيق الدعم لقوات الدفاع الذي تسلم التبرعات المالية إن وكالة الأدوية الإتيوبية تقدم مساهمات كبيرة لتقديم المستزمات الطبية لقوات الدفاع الوطني قام المغتربون الإثيوبيون بتقديم مساعدات إنسانية عبر لجنة جمعة التبرعات أي المساعدات الطارئة للمغتربين بقيمة عشرة ملايين بر للنازحين الذين شردتهم الجبهة الشعبية لتحرير تقرأي الإرهابية وتم تشكيل اللجنة من قبل الإثيوبيون المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا وقال ممثل اللجنة جيتات شوبيين الذي قام بتسليم الدعم في مدينة بخردال يوم أمس إن اللجنة تعمل على دعم المتضررين من الهجمات الإرهابية التي شنتها الجبهة الشعبية وميليشياتها وقال إن 1500 قنطار من الدقيق الملابس والمواد الغذائية تم التبرع بها للنازحين في منطقة ولو في الدفعة الأولى من المساعدات وسيتم تقديم هذه الدفعة للنازحين في المناطق التي اللجأوا إليها مشاهدين الكرام ما زل تواصل وقرأت نشرتنا الإخبارية من هيئة الإذاع الإثيوبية من أدس أبابا ناقشت مفوضية مفوضية الاستثمار الإثيوبية السيدالة لسينمي مع السفير الصيني لدى إثيوبيا تشاو شينبوان حول فرص الاستثمار في إثيوبيا وتركزت مناقشة الجانبان التي شارك فيها وزير الشؤون الاقتصادية والتجارة الصينية يانج يين هانج مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تحاور الجانبان كيفية تعزيز الالقات الاستثمارية بين البلدين من خلال الترويج في مجال الاستثمار ودعم بناء القدرات إضافة إلى إنشاء منصة التواصل وفتح شبكات مع الاستثمارات الصينية وتعزيز جداول عمال السفارة وسيتم إبرال الاتفاقية في المستقبل القريب بين البلدين من أجل تطوير مجال الاستثمار وفقا لهيئة الاستثمار الإثيوبية أصدر المقتربون الإثيوبيون في بلجيكا ولسنبرغ رسالة احتجاجنا على القرال غير المتوازن الصادر عن البرلمان الأوروبي وأشاد المجتمع باهتمام الاتحاد الأوروبي ودعمه الحقيقي في معالجة الأزمة الإنسانية في المناطق المتضرعة ودع البرلمان إلى إجراء تقييم موضوعي وغير متحيز للصراع وطالب المجتمع البرلمان بمحاسبة الجبهة الشعبية لتحرير تكري على مهاجمة القيادة الشمالية لإثيوبيا في ضربة استباقية أشعلت الصراع الذي نشهده اليوم وأضاف المغتربون أنه كجزء من التزامات بتشويه صورة إثيوبيا ابتكرت الجماعة الإرهابية خطة لعرقلة وصول المساعدات إلى منطقة تكري على حساب أرواح الأبرياء أكد سفير كوريا الجنوبية لدى إثيوبيا السيد كانغ سيوك إن كوريا ستعزز شراكاتها مع إثيوبيا من أجل إنجاح جهودها لتحقيق السلام والإزدهار وقال السفير كانغ سيوك إن البلدين لديهم علاقات ديبلوماسية قوية وأن إثيوبيا تمتلك روابط متميزة مع كوريا وأشار إلى أن كوريا كانت إحدى الدول عفوا النامية التي دخلت ضمن الدول المتقدمة مضيفا أنها مستعدة لمشاركة تجربتها مع إثيوبيا وقال إن مشروع التنمية الكورية في إثيوبيا هو واحد من أكبر المشارع في أفريقيا وقال إن بلاده ستعمل بالشراك مع إثيوبيا في مجالات الصحة والزراع والتعليم ومشارع البنية التحتية مضيفا بأن هناك عشرين شركة جنوبية الكورية في إثيوبيا وأكد السفير كانغ بأن كوريا ستعمل مع إثيوبيا في مقافة تغير المناخ وحفظ السلام مشاهدين وقبل الختام تذكير بأهم الأنباء أمير قطر يبعث برقية تهنئة إلى رئيس بزراء الإثيوبي بمناسبة إعادة انتخابه للسنوات الخمس القادمة موسيقى